شوية وانقلك وانقل صورة المرتبطة بفرقة الوداد احنا يعني طبعا هنا في مصر تابعنا الايام الاخيرة دي التصريحات الصحفية للدكراك المدير الفني تمعنا بعض الاخبار والله اعلم يعني مدى مصدقيتها او مدى صحتها مرتبطة بغياب بعض الاسماء اللي ممكن تبقى مؤسرة او المهمة في سكواد الوداد انت بالتأكيد في المغرب واصلك الامور بشكل يعني اكتر او واصلك الامور بشكل حقيقي اكتر فتنقلنا هل تتوقع ان يكون في اسماء حقيقي زي ما كان بيتقالي الايام الاخيرة تكون غايبة عن الفريق الاوضاع الاحساس العام في المغرب عندك الاجواء المرتبطة بالمطشو بتاع النهاردة اقدر احسم لك هذا الكلام زامري احمد وانفرد من خلالك من خلال قناة النادي الاني بتشكيل نادي الوداد تشكيل الاقرب للمباراة طبقا للتدريبات الاخيرة لوليد الرجراجي المدير الفني الفريق الوداد وطبعا كان فيه كلام اثير عن طبعا غيابات او اصابات سواء اشرف داري او زهير المترجي او جلال الداودي ولكن خليني اقولك ونستعرض مع بعض التشكيل نادي الوداد اللي يعني تقدر تقول بنسبة 99% هو هيكون هذا التشكيل هيكون في حراسة المرمى احمد التجناوتي قدامه اتنين مساكين امين فرحان واشرف داري علي منهم يحيى عطية الله وعلى شمالهم ايوب العملود قدامهم وليد الرجراجي بيلعب بطريقة اربعة واحد اربعة واحد قدام الاربعة بيلعب يحيى جبران قدامه اربعة ايمن الحسوني وزهير المترجي وجلال الداودي وبديع اوك ورأس حربة ما بينزل لو تم تبديل هيكون التبديل ما بين زهير المترجي وعبدالله حيمود زميلي احمد داد تشكيل بنسبة 99% لفريق الوداد في هذه المباراة وطريقة اللعب اللي ممكن يلعب بها وليد الرجراجي طبعا انا بأكد لك ان جهازية اللعبين اللي هنأسمعهم اللي كانوا مصابين سواء اشرف داري سواء زهير المترجي او لعب جلال الداودي انفراض من خلالكم من خلال قناة النادرالي بتشكيل طبعا الاقرب والاصح بإذن الله لفريق الوداد ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا